أوضح وزير العدل اللواء أشرف ريفي في بيان أنه لم يعتد الرد على ما يصدر عن تلفزيون جديد وآخره ما جاء في النشرة المسائية وما تضمن بحسب وصفه من تلوث لغوي وإسفاف وصل إلى حد استغلال ما حصل في بيته بعد لحظات من التفجير لمسجدات تقوى والسلام وقال كنت وزوجتي وسط أنقاض منزلنا المدمر غارقين في محنة الشك بأن اثنين من أبنائنا قد قضيوا في الانفجار تماما كما كنا والأصدقاء والأهل نتألم لسقوط الشهداء ونحاول مساعدة الجرحة فأترك للرأي العام الحكم على هذا السلوك الإعلامي الراقي الذي تتميز به الجديد وللوزير نذكر نعم الرأي العام سيحكم على عدل عماده سلب سيدة العدل الأولى معدات صحفية والاحتفاظ بها والطلط بدماء شهداء طرابلس لعدم إعادة المعدات إلى أصحابها هذا عدد تهديد والوعيد وكأن بالأعلام هو من نفذ التفجير يا معالي الوزير الصور لدينا منذ التفجير قبل تسعة أشهر ولأن سلوكنا راقا احتفظنا بها وما زلنا نحتفظ ولم نعرض كل ما لدينا حفاظا على كرامة عدل يسلب التلفزيونات معداتها وللوزير نذكر الرأي العام سيحكم على من هدد أصحاب شركات توزيع القنوات التلفزيونية في طرابلس وحاول دفع مبالغ مالية وصلت إلى ألاف الدولارات إلى من رفض الإذعان لقرار وقف بث قناة الجديد الرأي العام سيحكم على السلوك الراقي والعادل وللتفكير أيضا الحريص على أمن طرابلس وأهلها لا يشارك فيصل الأسود وهو أحد أخطر مطلبي المدينة في جلسة وفي منزل وزير العدل شخصيا حتى لو كان الموضوع لحماية أمن المدينة فأسود مطلوب بأربع مذكرات بتهمة القتل العمد والقانون قانون ولا يفصل على قياس معين وهذا ما لا يتوانى ريفي عن ترداده ويتابع ريفي تصويبا لما تضمنه التقرير الذي بثته الجديد وللرأي القانوني المجتزأ الذي ورد على لسان الوزير السابق سليم جريساطي الذي سقط منه بفعل السهو أو عدم الاطلاع ما يفترض بالرأي العام اللبناني معرفته في مسألة تعاون لبنان مع المحكمة ومسؤولية الحكومة اللبنانية ووزير العدل في تلبية كل مطالبها ويقول ريفي إن الحكومة اللبنانية ممثلة في وزارة العدل هي الجهة المعنية بالتعاون مع المحكمة والاستجابة لطلباتها وفي هذا الإطار يحيل وزير العدل إلى الجهات القضائية المختصة مضمون طلبات المحكمة وفي رد الوزير كلمة يحيل وهي رد وتوضيح كاف لتبيان صلاحياته في الإحالة فقط لا غير واعتراف بأن دوره لا يتخطى صندوق البريد وزاد ريفي هنا نسأل ألا يشكل كشف أسماء الشهود شكلا من أشكال الضغط والتهويل والتخويف؟ نترك الجواب للمحكمة صاحبة الاختصاص نحن يا معالي الوزير لم نعرض لا سما ولا صورة أما أنتم فلم تكلفوا أنفسكم عناء التطقيق نحن يا معالي الوزير نترك للرأي العام أن يحكم بعدما عرضنا تقارير عن أسماء الشهود على مواقع إلكترونية مختلفة وعلى موقع المحكمة نفسه إضافة إلى أن الذاكرة القريبة لا تزال تختزن ملف شهود الزور ومن دبرهم ومن دفع لهم كشكل من أشكال الضغط والتهويل ختاما يقول ريفي إنه متمسك حتى النهاية بالتعاون التام مع المحكمة الدولية ولن أتردد في تلبية ما تطلبه ونحن نذكره سبق وطلبت المحكمة أمورا كثيرة من بينها أسماء فهل يجرؤ على تلبية طلبات المحكمة ممن يصارع معاليه يوميا لإعلان أنه شخصيا صلة الوصل بينه وبين ذيار المستقبل وذلك لأن دم الشهداء أمانة في عنقه حتى تحقيق العدالة بحسب ما يقول انتهى الرد